عمر مرموش، الوضع ما بينه وما بين الكابتن حسام حسن طبعا عمر مرموش كان من اللاعبين اللي في الصف الأول بالنسبة لكابتن حسام حسن وده كان ظاهر في المعسكر الماضي اللي كان في يناير وكان في المباراتين الوديتين يعني لكن طبعا موضوع العملية الجراحية اللي حصل خلال الأيام الماضية ده كان فيه لغط شوية وكان فيه كلام وأخد ورد ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعب الكابتن حسام حسن بشكل شخص يتواصل مع عمر مرموش وطلب منه أنه يأجل العملية الجراحية لما بعد مباراتي بوركينة فاسو وغينيا بيساو خاصة أنه العملية مش في القدم دي عملية في الإصبع اليد وكان ممكن تتأجل يعني لما بعد المباراتين وحتى ضرب له مثال بكريم بن زيمة أنه كان مصاب في إيده وفضل أكتر من موسم أو كمل موسم مع ريال مدريد وهو مصاب في اليد وطلب منه أنه يعني يأجل العملية دي لما بعد معسكر المنتخب خاصة أنه كان فيه تواصل حتى مع إدارة النادي وتقال أنه مش طارئة أنها تحصل دلوقتي لكن عمر مرموش تمسك أنه العملية هيعملها في معادها وده طبعا أدى إلى أنه لم ينضم لمعسكر المنتخب الوطني فبالتالي فيه كلام على مستقبل عمر مرموش مع منتخب مصر في ظل القيادة الفنية الكابتن حسام حسن وارد بنسبة كبيرة جدا أنه الموقف ده يؤثر على مستقبله بعد كده مع كابتن حسام حسن أنا أتصوى أن الموضوع يخلص الموضوع يخلص بشكل إيجابي إن شاء الله نتمنى